هنبدأ نتعامل إزاي نقدر نتعامل مع الداتا سورس ولكن من خلال سوب سيرفز كونيكشن إزاي يكون عندي ويب سيرفز بتأدي أي فونكشناليتي أبدأ أستفيد منها وأبدأ أستخدمها وأبدأ أجيب الريزولت بتاعتي في الشير بوين سايت بتاعنا ممكن ندخل على السايت اللي اسمه ويب سيرفز اكس دوت نت نقدر نجيب عليه أي فري ويب سايت موجودة عندي هنا احنا عاملين ويب سيرفز موجودة عندي اسمها ايتشير ويب سيرفز كل اللي انت بتعمله لو حضرتك هتبدأ تدخل على السايت ده هتروح تجيب مثلا ويب سيرفز خاصة بدرجات الحرارة ويب سيرفز خاصة بتحويل من العملة الفلانية للعملة الفلانية ويب سيرفز خاصة بإرسال ميسج اس ام اس بتروح تجيب اللينك أو الاكسينشن اللي هو ضوت اي اس ام اكس كل اللي هعمله ان انا هاخد الاكسينشن ده هاخد اليو ارل ده شباب وابدأ اروح للويب سيرفز واقول له سوب سيرفز كونيكشن هتدي له اليو ارل بتاعي واقول له كونيكت ناو هيبدأ يديني اسماء المسودز اللي موجودة عندي في الويب سيرفز واتفقنا ان اهمية الويب سيرفز انك تقدر تانتجريت مع اي كومبوننت باي لانجوج موجودة سواء كانت بيتش بي سواء كانت جوفا وتقدر تستفيد بيها لان هنا يا جماعة اللي بيكون بيلعب الرول بلايه بتاعنا او الدور المهم اللي بيلعبه عندنا هو الاكسين ميل في فكرة الكوميونيكيشن من خلال اللي انا بقى انتجريت عندي هنا بقول له هرلورلد مثلا ممكن اضيفها او ممكن يكون عندي طبعا بتاخدش مني اي انبوت برامتر او عندي مثلا ميسود اسمها سن طبعا بتاخد مني انبوت برامتر اللي هو الا والبي على سبيل المثال او انا عندي درجات الحرارة عبارة عن ميسود بتاخد منك اسم الكنتري بتاعتك واسم العاصمة اللي موجودة عندك فبالتالي هبصلها مثلا ايجيبت وكايرو او كايرو ايجبت على حسب ترتيب البرامتر هي ايه وهنا مثلا ممكن اقول له ان انا هدى لك مثلا ديفولت فاليو عشرة وهنا ديفولت فاليو مثلا 20 او كايرو سم بقول له او كايرو هتبدأ تظهر عندي تحت هنا بنفس الفكرة اللي احنا اتعاملنا معاها مع مع ال data base connection بابدأ اروح اضيف web page جديدة web part اسميها some page .aspx هدخل على الصفحة بتاعتي edit value هدخل على insert اقوله data view بلا عندي ال web service ظهرت عندي بدأت تظهر ال result بتاع مجموع الرقمين الموجودين عندي ممكن طبعا تغير في ال result بتاعتك او تغير في الشكل بتاعك زي ما انت عاوز تخيلوا لو انا رحت عند preview browser لل page بتاعتي ظهرت ال result بتاعتي وطبعا تقدر edit في ال title ده لو حضرتك عاوز مزيد من الفيديوهات زورونا على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة